بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحبه وسلم سلام عليكم أبناء الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة صغتي للصف الثاني تاهي لفكري اليوم بإذن الله تعالى لدينا مجموعة من المهارات التي سنتعلمها سويا لكن يجب أن نلتزم بأداب الدرس التي دائما نحاول أن نلتزم بها حتى نستفيد من المعلم ومن الدرس الاستفادة الكاملة يجب أن نبقى هاديين أثناء المتابعة مع المعلم حتى ينهي المعلم الدرس كذلك يجب أن نكون في مكان هادئ بهضاءة جيدة وتهم مناسبة خالي من المشتتات من المهم جدا وجود أحد أفراد الأسرى البالغين بصحبتنا لمساعدتنا في عملية التعلم وإضاح الأمور التي قد تكون غير واضحة لنا طيب درسنا اليوم هو امتداد لما أخذنا في الدروس السابقة عن المذكر والمؤمنة ذكرنا في الدروس السابقة أن الاسم في اللغة العربية إما أن يطلق على مذكر أو يطلق على مؤنث إذا أطلق الاسم على مذكر يصبح اسما مذكرا وإذا أطلق هذا الاسم على مؤنث يصبح اسما مؤنثا أو يطلق على الاثنين معا قد يكون هناك اسم يطلق على المذكر والمؤنث معا طيب أولا سنأخذ المذكر في اليمين والمؤنث باللون البنفسجي تحته بنت والمذكر باللون الأزرق تحته ولد هذا ما يمثل المذكر وما يمثل المؤنث إذن كل جنس الذكر الأولاد الرجال من جنس الذكر الأسماء التي تطلق عليهم سنسميها ماذا سنسميها مذكرا ومن جنس الإناث البنات والنساء نسميهم ماذا الأسماء التي تطلق عليهم مؤنثا مثال عمر هذا اسم يطلق على مذكر أو مؤنث حسنتم على مذكر إذن سنقول أن عمر اسم مذكر لماذا لأننا نطلقه على المذكر طيب سارة اسم مؤنث لماذا لأننا نطلقه على مؤنث بنت اسمها سارة إذن الاسم سارة اسم مؤنث ليش لأننا نطلق هذا الاسم على أنثى طيب عمر اسمه مذكر لماذا؟ لأن نطلق هذا الاسم على ذكر إذن هذا هو المذكر وهذا هو المؤنث لدينا جنسين مذكر ومؤنث لكل من هذين الجنسين أسماعا خاصة به وقد يكون هناك أسماء تطلق على المذكر والمؤنث معا طيب المذكر ينقسم في اللغة إلى قسمين إما أن يكون مذكرا حقيقيا أو أن يكون مذكرا مجازيا طيب متى نقول أن هذا الاسم اسم مذكر حقيقي إذا أطلق على ذكر من جنس الإنسان أو الحيوان طيب مثال أسد الأسد مذكر ملك الغابة مذكر إذن نقول أسد مذكر حقيقي لماذا؟ لأنه ذكر من جنس الحيوان طيب نقول محمد محمد مذكر ومذكر حقيقي لماذا؟ لأنه ذكر من جنس الإنسان إذن كل مذكر من جنس الإنسان أو كل مذكر من جنس الحيوان سنقول عن الإسم الذي يطلق عليه أنه مذكر حقيقي مثال في الحيوانات قط جمل أسد ذئب ثعلب هذه كلها مذكرات طيب ومذكرات حقيقية طيب من جنس الإنسان عبد الله محمد فهد خالد هذه كلها اسماء مذكرة ومذكرة حقيقية لماذا؟ لأنها أطلقت على جنس إنسان أو جنس حيوان طيب لو كان هذا المذكر ليس إنسانا ولا حيوانا سنقول عنه مذكرا مجازيا مثال باب باب هذا اسمه مذكر لكنه مذكر مجازي طيب مسجد هذا اسمه مذكر لكنه مذكر مجازي قلم كتاب هذه جمادات أو أشياء غير إنسان وغير حيوان نقول عنها مذكرات مجازية طيب لدينا أيضا هناك ضمائر نستخدمها مع المذكر الضمير هو ما يستعاض بالاسم عنه مثال بدل ما أقول أحمد طالب مجتهد أشيل اسم أحمد أحط ضمير أقول هو طالب مجتهد إذن أنا استبدل الاسم بهذا الضمير طيب هذه الضمائر تستخدم مع المذكر هناك ضمائر تستخدم مع المذكر فقط وضمائر تستخدم مع المؤنث فقط مثال ما يصح أن يقول هو طالبة مجتهدة خطأ لماذا؟ لأنه هو ضمير يستخدم للمذكر فأقول هو طالب مجتهد طيب لدينا العام ضمائر للمفرد أيضا ممكن أن نقول مفرد مثنى جمع المفرد ما دل على شخص واحد المثنى ما دل على شخصين الجمع ما دل على أكثر من الشخصين طيب طيب المفرد ضمائر المفرد المذكر أنت ضمير للمذكر المفرد المخاطب مثال أنت طالب مجتهد أنا أفهم من هذا ماذا؟ أفهم أن طالب ذكر ومفرد ومخاطب لماذا؟ لأنني استخدمت الضمير أنت وأنت يستخدم مع المفرد المذكر المخاطب طيب طيب هو هو ضمير للغائب المفرد المذكر إذا كان المفرد المذكر غير موجود معي في الغرفة في مكان آخر أريد أن أتكلم معه أو أتكلم عنه فأقول هو سأقول مثلا هو لاعب ماهر هو لاعب ماهر ليس موجودا معي أنا شاهدت المباراة وشاهدت أحد لعبة كرة القدم سجل هدفا رائعا فأقول لزملائي هو لاعب ماهر لاحظوا استخدمت هو بدل اسم اللاعب طيب ولاعب لأنه شخص واحد استخدمت معه الضمير هو ولأن لاعب مذكر لأن لاعب مذكر إذن استخدمت الضمير هو لأنه مفرد ولأنه مذكر ولأنه غائب طيب لاعب مفرد مذكر غائب استخدمنا معه الضمير هو إذن هذه الضمار تستخدم أو الضميرين يستخدماني مع ماذا يستخدماني مع المفرد المذكر طيب ماذا لو كان اثنين مذكرين سأستخدم معهما أنتما وهما أنتما إذا كان معي في نفس الفصل في نفس المكان سأقول مثلا المعلم يقول للطلاب أنتما طالبان مجتهدان أنتما اثنان بدل ما أقول محمد وخالد طالبان مجتهدان أشيل اسم محمد وخالد أضع الضمير أنتما أنتما لاحظوا أنتما طيب نطقا تختلف عن الضمير أنت واستخداما أيضا تختلف عن الضمير أنت إذن أنتما تستخدموا مع المثنى أي ما دل على اثنين من جنس الذكور من جنس ماذا من جنس الذكور طيب لو كان هذين الاثنين غير موجودان معهم في مكان آخر سأقول هما فازا بالجائزة طالبين من فصل آخر شارك في مسابقة في المدرسة وفازا بالجائزة أقول لزملائي هما فازا بالجائزة ماذا أعني بهما أعني اثنين محمد وفيصل فهد وعبد الرحمن خالد وتركي طالبان فأقول هما أي اثنان فازا بالجائزة إذن هذه ضمائر المذكر المثنى أنتما هما طيب ضمائر الجمع المذكر أنتم أنتم الآن جمع أمامي في الفصل خمسة طلاب فأقولوا ماذا أنتم خمسة طلاب ذكور لاحظوا أن هذه الضمائر كلها للذكور أنتم محمد فهد خالد فيصل أنتم بدل ما أذكر الأربع أسماء أو الخمسة أسماء أو الثلاثة أسماء أستبدلها بضمير فأقولوا أنتم أنتم فريق قوي أنتم فريق قوي أنتم يتبادل إلى ذهن ماذا أن هذا الفريق مكون من ثلاثة لعيبة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو خمسين أهم شيء أنهم أكثر من اثنين لماذا؟ لأن الضمير أنتم للجمع والجمع هو ما زاد عن اثنين وأنتم أيضا يستخدمون الذكور أنتم فريق قوي أعرف أن هذا الفريق هو فريق ماذا؟ فريق رجال أي أنه فريق ذكور لماذا؟ لأن الضمير أنتم يستخدم مع جمع الذكور طيب هم إذا كان هذا الفريق غير موجود معي مثلا أتكلم عن فريق في فصل آخر أو في مدرسة أخرى هم فازوا بالمباراة هم الفريق الآخر أو في الفصل الآخر الطلاب في الفصل الآخر شاركوا في مباراة في المدرسة وانتصروا فيها وأنا أخبر زملائي داخل الفصل أنهم فازوا في المباراة فأقول ماذا؟ هم فازوا في المباراة هم ضمير للذكور الغائبون طيب ويكونون مجموعة إذن هذا ضمائر الجمع أنتم وهم طيب هذه الصور تبين لنا الضمائر لاحظوا صورة المفرد الشخص الواحد نستخدمه معه الضمير أنت أو الضمير هو أنت إذا كان مخاطبا هو إذا كان غائبا طيب الصورة رقم 2 اللي فيها طالبين سنقول ماذا؟ سنقول أنت أنت هذه الصورة رقم واحد هذا الصورة رقم 2 وهذا الصورة رقم 3 سنقول في الصورة رقم 2 أنتما أو هما لماذا؟ لأنها مثنة اثنين المثنة هو ما دل على اثنين طيب فأستخدم الضمير أنتما وهما طيب الجمع سأستخدم إما أنتم أو هم طيب أسماء الإشارة للمذكر سأستخدم هذا للمفرد تعرفون أسماء الإشارة التي نستخدمها للإشارة إلى الأشياء أو الأشخاص سأستخدم هذا للمفرد لاحظوا صورة المفرد الطالب لحالة في الصورة الأولى هذا هذا طالب مجتهد هذا لاعب ماهر هذا عداء سريع إذن هذا سيكون بعده مفردا أي شخص واحد طيب إذا كانوا اثنين سنقول هذان أو هذين طيب هذان لاعبان ماهران هذان اثنان طيب طيب إذا كانوا تجمع أكثر من اثنين ثلاثة أربع عشرة سأقول هؤلاء طيب هؤلاء طلاب مجتهدون طيب إذن هذه أسماء الإشارة التي نستخدمها للإشارة إلى الأشخاص إذا كان مفردا مذكرا سأستخدم معه هذا وإذا كان مثنى مذكر أيضا أي اثنين من جنس الذكور سأستخدموا هذان أو هذين إذا كانوا جمع ذكور سأستخدموا معهم هؤلاء إذن هذا ما يتعلق بالمذكر في درس المذكر والمؤمنة لنلاحظ أن المذكر ينقسم إلى قسمين إما أن يكونوا مذكرا حقيقيا وهو ما يطلق على ذكر من جنس الناس أو الحيوانات كأحمد أو أسد إذا كان مذكرا مجازيا وهو ما يطلق على أي مذكر من غير الإنسان أو الحيوان كباب كتاب قلم هذه نسميها مذكرات مجازية أيضا لدينا ضمائر نستخدمها للمذكر وأسماء إشارة نستخدمها للمذكر مثال أنت وهو للمفرد المذكر أنتما وهما للمثنى المذكر أنتم وهم لجم الذكر أيضا أسماء الإشارة التي تستخدمها المذكر هذا للمفرد هذان للمثنى وهؤلاء لجم الذكر تمنى أنكم استفدنا من الدرس بإذن الله في الدروس المقبلة سنأخذ المؤنث ثم سنأخذ حل التدريبات التي لديكم في الكتاب شكرا لانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر